المحاضرة الأخيرة أهدية هذه المحاضرة لجميع الواثقين من جهلهم بالمصلاو يقولون حفي ويضغب بالكلاش يعني ما كنت درس ما كنت عمق يأخذ له جملة من الإنجيل أو من الكتاب المقدس ويأتي يسفق بوجك هذا هو باب التطرف كل المتطرفين جهله وتمال الواثق من جهله يمسح كل العلم والدراسة والفهم ويجي يقول لك أنتم تقولون هاكد أنتم تعبدون الصورة أنتم تعبدون التماثيل أهدية هذه المحاضرة هاليوم رح نتناول معنى الصورة حتى نخلص ونرتاح نرتاح من القلق اللي يخلقونه بعض الناس بينا من يشوفون تمثال مريم عذرة بالساحة من يشوفون صورة أو لوحة أو أيقونة لهذولي أقول إذا أنت هالشكل شاطر ضد الصورة المفروض ما تشوف ولا صورة حتى التلفزيون حرام عليك المفروض ما تحط صورة ابنك أو بنتك جزدانك وما تبوسها لأنه ما يسيغ تبوس الكاغد المفروض المفروض هذولي اللي يفصلون الديانة انطلاقا من شعرائي صغيري يفصلون الفكر انطلاقا من الجه المالم بمعنى الفكر هذولي أهديلم هاي المحاضرة شنو هي الصورة شنو هي الصورة الصورة كان دائما عنده تأثير كبير على تاريخ البشرية تاريخ البشرية مر بمراحل عديدة هذه المراحل حسب التقنيات حسب التطور حسب المعتقدات ما إلى نفس المعنى في كل زمان وفي كل مكان هاليوم احنا في زمان ماكن سبق مثله مثله غرقنا بوسائل الإعلام غرقنا بمعاني كثير من الصورة وهذا الشيء ما من عندنا هو جاءنا من الغرب غزى بيوتنا غزى غرفنا غزى جدراننا غزى كل شيء بس حتى نختصر ونفهم تاريخ الصورة أقسمه إلى ثلاث مراحل حتى نفهم أشني صورك الإنسان عاش فترة طويلة جدا كان يعيش بطريقة بداية يمشي بسرعة الإحصان أو الدواب ياكل شيء لتنطينه الأرض ما يقدر يبتعد عن المكان اللي ولد بيا أكثر من بضع كيلومترات أو أكوناس ما ما كانوا طلعوا من منطقتهم وعاشوا مئات السنين شعوب في نفس المنطقة خاصة إذا عاشوا في جزيرة إحنا بلاد ما بين النهرين جزء من آسيا ولهذا نقدر نقول اختلطت الشعوب بينما أكو شعوب عاشت في جزيرة ويسا راح أشوفكم في النموذج لجزيرة النظرة اللي كان إنسان يلقي على الحياة على الطبيعة على السماء على الأرض بعيننا البسيطة لا نستطيع أن نرى أكثر من خمسة آلاف نجمة لكن يكفي أن يأتي غاليله بالقرن الخامس عشر ويضع كم مكبرة داخل فدبوري حتى يشع يشع مئات الآلاف من النجوم إذن شيء اللي يشوف الإنسان العادي من السماء يختلف عن شيء اللي يشوف اللي عنده تليسكوب ويختلف عن اللي عنده ميكروسكوب يشوف الكائنات الدقيقة رادوا يضربونه بالعودين لويس باستير في المجمع العلمي الفرنسي بالقرن التاسع عشر من حكا عن البكتيريا إذن العين ما تقدر تشوف كل شيء لا تقدر تشوف ما تحت ما فوق البنفسجية ولا ما تحت الحمراء إذن ما العين هي المقياس عين الإنسان القديم كانت تشوف وتتصور وتتخيل وارتبط ارتبط ارتبط شيء اللي يشوف الإنسان بالموت قل قامش مشكلته هي الموت إذن كل صورة مرتبطة بالموت راح تشوفون بعد شوية ليش أربط الصورة بالموت التماثيل بزمن آباءنا القدامى اللي نسميهم وثنيين خطيئ ما كانوا وثنيين بالمعنى اللي احنا نصوره كالأساس عدنا ديانة مضطورة نحن هم وثنيين لما ما نفهم الديانة لما نكون لما نكون نصور الأشياء غير شكل لما نقراها غير شكل لأنه ممكن أنت تعبد صنم وممكن تعبد كتاب كتابها موثن ماربولوس يقول الحرف يقتل فإذن أنت ممكن تعبد حرفية هذا الكتاب وما حت قتلنا غير الحرفيين وثنيين زمان المعاصر التماثيل في الأزمنا القديمة جدا كان عنده غير معنى كان عنده غير أشياء كانت وسيلة تعبير لازم ندخل في عقليتهم ونفهم ليش سووا هاي التماثيل لكنه في زماننا تماثيل عنده غير معنى خاصة من عصر النهضة ظهر كلمي اسمه علم الجمال الجمالية الفنون التشكيلية في البداية كانت التماثيل بالمعابد بعدين صارت بالكنائس بعدين راحت التماثيل على المتاحف ما بقى ينظرون إليه نظرة فقط دينية قاموا ينظرون إليه نظرة فنية الفن عنده بالتماثيل أكو طابع فني إبداع إبداع مال فلان هسا نعرف أسماء الفنانين القبار ما القرون الوسطى أو عصر النهضة بس نعرف أيضا أسماء الفنانين القبار اللي نحتوا التماثيل اليونانية والرومانية نعرف أسماء كان يقولون هذا داود مال فيدياس هذا الإله زوس الفنان الفناني حتى أكون نكتع على فيدياس فيدياس من أشهر النحاتين يعني كان عندهم قبلية أنه يأخذ حجرة ويطلع منه تمثال إبداع من ذاك الوقت بدنا نفهم أنه هذا تمثال مال فيدياس فيحكون نكتع على فيدياس عمل فالتمثال لأحد الآلهة فالتمثال جميل جدا وجون الناس من كل النواحي ماليونان حتى يشوفونه التمثال حتى يذوقون هذا الجمال فيقال فالشخص اقترب من الفنان كلهم يقول له عاش تيدك يا فنان بداعة أشن أشن نحت يعني معجبين اقتربت واحد انتقدوا قالوا تسمح لي أنتقدك خلوا يتفضل قالوا الحذاء غلط الدبان استار ما هكذا يعملونه النعل غلط معمول قالوا يعني شون قال أنا قندرتي قالوا أنا أشكرك كثير فعلا هاي الملاحظة أنا مكن انتبهت إلي يمكن ما جبتوا القندرة ما جبتوا مظبوب فهذا شعر بأنه في دياس مده على عيونه حتى ينتقد غير أجزاء من التمثال قالوا دخيلك يا قندرتي ابقى عند القنادر فذهبت مثلا يعني كل واحد رحم الله من عرف قدر نفسه هذول هي من الواثقين من جهلم أنت أبدعت في اختصاصك كقندرتي وجاوبت مليح اسكت بعده خلي البقية لغيرك هذه هي اللي قد يحدث بين الأزمنة القديمة والأزمنة المتوسطة والأزمنة الحديثة من كان يجون من كل نواحي اليونان حتى يشوفون تمثال عملوا في دياس أو كان يشوفون الثورة المجنح من يدخلون مدينة بابل أو مدينة عشور أو مدينة نينوى هذا كان بالباب يعطي إحاءات وعلامات لأصحاب هذه المدينة من كان يفوتون منه كان يفوت للقصر ما سنحاريب قصر الملك اللي بينه الحيطان كل تمنحوتات بارزة وبيه قصص المعارك وبيه تاريخ وبيه الأشياء اللي هسا إحنا موجودة بالمتاحف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا متاحف العالم هاي المنحوتات وهاي الصور وهاي الأشكال هم زين أخذوها وإلا كان تدمرت مثل ما تدمرت نمرود ومتحف الموصل على قل هي محافظة عليها لأن عندهم دماغ يشتغل ويعرف قيمة الجمالية الموجودة بهذا الأرث العالمي داعش شوفوا الجهل أشي يعمل في تدميرهم لهذا الأرث لهذا الشيء اللي إحنا نقضي علمانا يقضون سنوات بس حتى يجمعون قطع قطع من فخار مكسور حتى يشوفون الكتاب اللي علينه حتى يقرون الكتاب اللي علينه أما اليوم فداعش هم أولاد زمان بينهم ماتت الصورة لأن الصور صارت بالتلفزيون الصور اللي تطلع بالتلفزيون ما تتوقف أكثر من ثواني وشنو التلفزيون بالحقيقة تلفزيون مشكلة كبيرة لأنه راح يموت قوة النظر عندنا التلفزيون نافذة على العالم بس هاي النافذة راح يشوف أيضا ما كل من طلع شاف وراح يشوف أكو في نظر عدة تعابير نظرة تطلع رأى فهمة بالمصلاوي نقول خليني أفسر خليني أشوف يعني أفسر من فسرة يعني خليني أفهم المعنى الموجود بالحاجة أو بالصورة أحد العلماء الحديثين المفكرين كتب كتاب عن حياة الصورة وموتها اسمه ريجيس دوبغي فرنسي مات قبل كم سنة هذا الشخص استعمل قوة فكرية كبيرة حتى يحلل الصورة وجمع بين أدت اختصاصات هاي الاختصاصات ما هي بس فنية ولا هي بس تاريخية ولا هي بس أجناس بشرية بالحقيقة بالحقيقة حتى جمع مع اختصاص أطالوا اسم علم الإعلام ميديولوجي اخترع كلمة هو سمانه علم الإعلام الإعلام اللي يجم علينا بصوره ويسيطر علينا بحيث ستشوفون أنه هذا العلم يكشف لنا اشقد الصورة ممكن تقتل وممكن تزيحنا من طريقنا بسبب الحواجز اللي تخلقها بيننا وبين الحاجل يعني هي كلها صور وهمية هم جبتلكم فالشخص إيطالي إيطالي اسمه أوليفيرو توسكاني أوليفيرو توسكاني لو أشوفكم هسا أشوفكم شوية من صور ماله يريد يقلد على الصورة ويبين لكم شلون الصورة ممكن تكون غريبة عجيبة يعني يمكن اللي ينظر إلى هالصور نظرة سطحية ما يشوف شيء لكن أشي يريد يقول من خلال هذه الصور ليطلع شيء آه ما كو أوكي الناس الجهل بالماضي والجهل بالحاضر يخلطون عادة بين هذا الماضي والحاضر بدون عبور يعني عدنا عادة بالشرق من نسمع فتشيه ما نسأل منه قاله يعني إذا واحد يقلك كل الأطباء ما يفتهمون إذا عندك ضغط كلك يومية فصين ثوم وعلي إذا مت عليك ياما وياما أكو ناس هالشكل يخلطون قال فلان عن فلان زين هذا القول من يقول صحيح ومن القادر أن يحكم علينا أنا مقتنع إنت مقتنع عش علي من قناعتك إنت شنو إنت من هذه الادعائية وعدم تمحيص الأقوال والأشياء التي نعملها في حياتنا وقعتنا في مطبات كثيرة ودخلتنا في أنفاق عديدة كل مجتمع يحاول أن يتماسك ولهذا هالساعة نحن دايخين بمبدأ التماسك القومي أو الهوية أو المذهب أو الدين أو الأمة أو الدولة أو قضية إنسانية أو هواية أو اختصاص تماسك المجتمعات قضية مهمة بس هذا التماسك ما دايما ينجح لأنه كثير ناس يمشون بالغلط ويظلون رايحين بالغلط شعارات الثورة سمعناها خلال 35 سنة وبعدين طلعنا كل شيء ما قبضنا هذا الخطأ ما نتعلم من خبرة الماضي ولا من خبرة الحاضر ولا من خبرة جيراننا اللي حوالينا اللي عاشوا هالشكل كثير من المجتمعات يحلمون أوهام جماعية تخيلات جماعية بينما ما عدنا نحن قابلية أن نروح نسأل المجتمعات المستقرة أشلون عاشت سويسرا 400 سنة بلا حرب أشلون عاشت أوروبا 70 سنة بلا حروب أشلون عاشت دول في وسط عالم كله بينه حروب مثل كوستاريكا هي الدولة الوحيدة في أمريكا الوسطى اللي ما بيها مشاكل حتى رئيس أخوان آرياس أخذ جائزة نوبل قبل كم سنة لأن حتى لغى لغى الجيش لغى الجيش عليش نصرف الجيش إحنا نسالم الكل وخلص بس طلب أن أمريكا تحمينه إذا أحد هجم علينا وبنى بلده هذا الخطأ اللي نحنا دنمر بينه هذا الخطأ يدفعنا إلى التفكير ببعض المساطر الثوابت السياسية الثوابت اللي أقراها في قلقامش هي أكو تسلسل هرمي أكو سلطة بس هذه السلطة لازم تدير بالها قلقامش ما أخوش سلطة بالبداية عنده اتصال بشيء مقدس أمه أعطت له شيء من الألوها يعني كان يسمونه نص ثلثين وإله وثلث بشر يعني عنده شيء من الألوها لأن أمه ننسون حكيمة عقلي دائماً أكو عند كل الشعوب أكو تخيلات هذه التخيلات هي دينية أو أسطورية المهم يريدون يعرفون وين يروحون أشي عبدون فالقصة تقلقامش تريد تقل للنبي أنه هذا الشخص اختبر الحياة سافر تعلم وعقل وقعد راحة يعني يعني كل سلطة لازم تكون مثقفة حتى نصدق بي وإلا المسألة تكون مجرد تكرار شيخ كل شيخ أباً عن جد لأن هذا أبونه شيخ هذا صار شيخ ودائماً كل الملوك والسلالات الملوك عندنا دائماً اعتراضات عليهم خلال التاريخ فإذاً أشعر أشعر رح ننظر للمستقبل وأشعر رح ننظر للسياسة وأشعر رح ننظر للواقع وأشعر رح نتخلص من الأوهم من كلنا صغار في كتاب صف الثالث ابتدائي يمكن أذكر كان عندنا فتقصم البائعة اللبن أكيد قسم منكم يعرفوها هاي كان عنده نعجي تحلبها وتودي حليبة للسوق تبيعه وبثمن الحليب تشتري بعض الحاجات للبيت فتحط الجذر مع الحليب على راسها وهي دا تمشي تخيلت أش راح أسوي بهالحليب أبيعه وأشتري بينه دجاجة والدجاجة بعدين راح تبيضلي وتبيضلي أكثر وأفقسها وقامت تحلم باعة اللبن باعة الحليب وأتزوج ويجي لي ولد ويسوي وكاحة وأضرب هالشكل ووقع الحليب دائما الإنسان يصنع يصنع أوهامه يعيش بالأوهام ويرجع إلى الواقع وغالبا ما الواقع هو بائس يختلف عن الصورة الوهمية اللي رسمها ولهذا قصة قلقامش هي كلش واقعية لأنه ترجع قلقامش إلى نقطة انطلاقه بس مع خبرة مع النضوج النضوج إذا صار لي مجال رح نحكي شوية ننطي بعض المقاييس للنضوج اللي تفيد الناس إذن الصورة تختلف بين كل شخص أشي يشوف لما نجو المهاجرين المهجرين وصلوا إلى كاركوك وبالعيادة يجينا أطباء عديدين طلبتوا من طبيب العيون أنه كل الأطفال ما بس الأطفال كل الناس يفحصهم حتى اللي ما عنده قصر نظر أو يقول ما عندي وكتشفنا أنه كثير أطفال عندهم كان بعض المشاكل بالنظر وما كان يعرفون وأهلهم ما يعرفون وهي مثلا يصير عندهم صداء عندهم استجماتيزم أو عندهم قصر نظر بسيط أو عين تختلف عن عين عادي وسويته مناظر للكل ومن ذاك اليوم قل الرسوب بالمدرسة لأنه قام يشوف مليح قام يشوف الصبورة ما بس عندنا مدرسة بالمدارس الأخرى اللي بي مهجرين إذن عالج النظر هاي قد أحكيها عالج نظرتك مو بس بالمناظر عالج نظرتك على الأشياء على الأشخاص لمن يقول يسوع لا تدينوا لألا تدانوا يعني عالج طريقة نظرتك علينا هذا الشخص ما بس يساوي غلطته أو يساوي الأشياء اللي تشوف الظاهر ما هو صحيح الظروف الرمزية اللي نصنعت بي تماثيل أيام زمان بزمن حضارات القديمة الأشورية البابلية السومرية إلى آخره هي ما عندهم غير شيء عندهم عندهم الطين عندهم الخشب عندهم الحجر وهذا الشيء البقي هو واحد بالمليون من الشيء اللي كان موجود ذاك الوقت لأنه بقية تلفت أو انكسرت أو خربت شيء دا نعيش اليوم في زماننا بواسطة العلوم اللي دا نكتشف بينه الأزمنا الماضية واللي من خلاله نقدر نفهم عقليات أيام زمان راح نحاول من خلال هذه المكتشفات أن نجاوب على الأسئلة اللي انطرحت همزين عندنا ملحمة قلقامش همزين لأنه ملحمة قلقامش هي صورة فكرية كلامية الكلام يرسم صور من حكيتلكم على بايعة اللبن تخيلتم هاي العربية اللي كان حطت اللبن على راسها وتقدر تمشي كيلومترات واللبن على راسها وفعلا تخيلتم أشكال التصوير القديمة كلش مرتبطة بتساؤلات الناس مرة نشرت مقالة عن رسوم اكتشفت في إسبانيا وفي فرنسا في كهوف انسكنت واحدة قبل 36 ألف سنة وواحدة قبل 16 ألف سنة هذول الكهفين التميرة في إسبانيا ولاسكو في فرنسا هذول الكهفين بيها الرسوم تبين الإنسان كان يخاف يخاف من يصيد يخاف من يموت هذا الحيوان اللي يصيده لأنه بحاجة أن يأكلوا فمن يقتل الحيوان حتى يأكلوا يوسوس فشي سوي يتعوذ يقوم يرسموا على الكهف الحايط ما الكهف يرسموا بالدام أو يرسموا بالأصباغ ويخترق يعني عند هاي الأصباغ هاي الأصباغ شوفوا قد هي زينة أنه ثبت 36 ألف سنة أو ينحت على الحجر شقد عدنا منحوتات وأشياء مكتوبة على الجدران حاول الإنسان أن يفهم وأكفت واحد صيات كنمات وكأنه روحك تطلع منه يعني كان يكون تخيل هون أدنا في سليمانية كهف كهف شانيدار شانيدار بأربيل أو بسليمانية كهف زرزي لكن كهف زرزي بسليمانية حتى العالم اللي اكتشفوا بالخمسينات سمانوا شاف قبور وسماها قبور الورد لأن شاف ويا الميت كنحطوا ورد قبل خمسين ألف سنة يعني الميت ليش يحطوا ورد ويا هسها منحط ورد ويا الميت مالنا باقات ورد أكسورة والدفن أساسا تخيل لعالم آخر ولرؤية أخرى شفتوا كتاب الأموات سفر الأموات مع المصريين الفراعنة موجود في متحف القاهرة يوصف أشي يشوف شون لازم يسد عيونه العيون السومرية اللي شوفوها بالتماثيل علامة على رؤية فتشي ما وراء الحياة ما وراء الدني السورة إذن أشني السورة دائما هي علاقة مع شخص مات فدمرة شفتوا فتشخص هداني سورته كتب خلف إن غاب عنك جسمي فهاك رسمي دائما السورة هي علامة غياب نشلب بالحياة الأقباط القدامة كانوا يرسمون إذا بنت شابة إذا رجال إذا مرأ كان يجيبون رسام يرسم مثل ما هي ويدفن الصورة معها بالقبر وشفنا صور بديعة فن القبط زرته المتحف القبط بالقاهرة قبل كم شهر هاي اللوحات وقبل أيضا المومياءات هي المومياء أشني المومياء صورة فن التحنيط المصري هي محاولة الحفاظ على صورة الميت كان يطلعون مخو يطلعون معاه ويجففون حتى يبقى ليه هسا شفتوا المومياء مع الرعم سيس الثاني الحرس الجمهوري الباريسي طلع باستقباله كملك دقوا سلام الجمهوري المصري وسلام الجمهوري الفرنسي واستقبلونه سوّلوا نكب سلاح اجهى ملك رعم سيس الثاني إلى فرنسا ليتعالج لأن المصريين قدرتهم على التحنيط كانت بديعة يبقوا لك الصورة مثل ما هي بس شوية يضعف شوية يعني يدخل هذا الشكل جلده يبس بس هو هو حتى عرفوا العلماء أنه كان بينه جدري جدري الماء جلده باقي إذن كان عندهم قابلية لإبقاء الصورة كل صورة إذن هي محاولة للتخلص من الموت من نباوة على ألبوم العائلة ونشوف صور لا خطيئة هذا مات هذا كن مات هذا فلان ايه هسا الله يذكروا بالخير هسا بس صورته هي هون احنا بالصورة نثبت الوقت الحاضر لأنه الحاضر يفلت من يدني يتغير الزمن احنا بحاجة إلى أن يتجلب في شيء ضروري إذن أن يكون عندنا صور ضروري أن نحتفظ بصور ناس عزازة علينا لاحظوا فتشي عند المهاجرين ما لنا اللي بره من أمم تعمل فد أكلة عراقية دول ما ويخني وكبي وهاي تشوف الأولاد يجيبون الكاميرات تشق 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 يجرون صور لهاي يعني كأنه عندهم إحساس أنه إذا ما ما راحت ما بعد نعرف كل وقت نقضيها بهامبرغر ونقضيها بالبيتزا منه يقعدين في دولمة عيفة روحة هي دكتورة مهندسة يمكن يمكن ما راح تسوي دولمة كل عشر سنين مرة ولهذا تصور الدولمة كذكرى إذن الظاهر والباطن كل صورة بيها ظاهر أشلون كنتم من كان عمركم خمسة سنة أشلون كنتم يوم الزواج أشلون كنتم وتنزل دمعة من نشوف صورنا فإذن الإنسان بحاجة إلى أن يحكي من خلال الصورة اللي يرسمها أو الصورة اللي ياخذها أو الصورة اللي تتناسب مع القابليات والطاقات وهذا السباق بالأجهزة الإلكترونية هل قد ميجا بيكسل وهل قد جيجا تاخذ الصورة وإلى آخره يعني الصورة هي عالم بالماضي والحاضر والمستقبل بالحقيقة الإنسان يحاول أن يسيطر على فرد شيء يثبتوا يغفلوا يحبسوا بالصورة فإذن القادة اللي عملوا لهم تماثيل في الماضي أيضا كانت تثبيت لصورتهم مثل ما هسا تصورون الدولمة تصورون القائد الفلاني صور صدام كانت في كل مكان نشالت بدقائق واعتبر سقوطه يوم سقوطه التمثال ما سقوطه هو يوم سقوطه التمثال بساحة الفردوس في بغداد هذا اعتبر يوم السقوط تسع نيسان 2003 شوفوا الصورة قد مهمة لمن هجموا على الصور وشوهوا وقطعوها من وحدي تكره وحدي تاخذ صورتها وتقص بالمقص بعكس هذا ممكن الصورة تصير مقدسة اذا شخص عزيز احبه يعني من يسافر شخص عنده سفرة يأخذ يحط صور ولاده ومرته بالجزدان مالته يوميا يشوفهم يعني يشتاق لم كثير كان صار مشاكل لانه الصورة انشقت واحد بعصبية شق صورة طلعوا مظاهرات او كان شيء الرزمة من كتب مقدسة ووقع على الارض اكل قتلي هاي اهانة اذا كان الموت هو سبب الصورة خوف من الموت خوف من الاقتفاء همزين صورنا هذا الفيلم من يوم الجيت على على برشية كاركوك كل مرة يصير زواج اطلب من المصور يصورني مو الخاطري لما نحكي كلمتين لهذول المسكينين اللي دايزواجون اقلم بعد عشرين سنة من راح تشوفون هذا الفيلم راح تنزل دمعتك راح تذكرون هذا القرار اللي اخذتمه هاليوم هذا مهم اكوفت بعد لاهوتي بسر الزواج اريد تذكرونه كثير مرات ينسي لأن احنا محدودين احنا كبشر محدودين اختراع الكاميرا اختراع الصورة اختراع الرسم الفنانين يساهمون شوية في ابقاءنا غير محدودين يعني نقدر نتصل بالاشوريين والبابليين والسومريين بواسطة التماثيل والصور اللي تركوا إلنا مثل ما نقدر نتصل بهم من خلال النصوص مالحمد قلقامش واتراحاسيس وانو ما ايليش وكل القصص اللي تركوا إلنا نقدر نتصل بهم بس بس السؤال هذا الافندي اللي قينتقدنا على أنه نحن نعبد الصور والتماثيل انقله قل لي كيف تنظر اقول لك من انت سراج الجسد العين فإذا كانت عينك سليما جسدك كله يكون منيرا وإذا كانت عينك مظلما جسدك كله يكون مظلما وإذا كان النور الذي فيك ظلام فظلامك كيف يكون فالسؤال حلو قل لي كيف تنظر لأنه ما كل من نظر شاف وما كل من شاف فهم هذه المراحل الثلاثة هي اللي تعطينا الخبرة ما كل من قرى افتهم نفس الشيء الصورة والقراءة بالحقيقة الدينار مالنا او الدرهم تذكرون الدرهم كان بيه صورة وكتبة حياتنا كلها صورة وكتبة من الصورة نفهم شقة قيمة هاي العملة او من الكتبة وهي الصورة والكتبة حياتنا قلبها تفهم اذا لازم نقلب الحياة على البطانة حتى نفهم شكوبية ان دخلت الصور الى المتاحف ماكو مشكلة بس الصورة اللي بالمتحف شكل والبوستر الدعائي للفيلم السينمائي او دعاية للصابون المعين شكل كل صورة تحكي شكل قل لي اذا من الناظر وانت بيا بلد انت بيا مجتمع بيا تقنية ولهذا داعش استعملوا الصورة بشكل مرعب من جابوا الاقباط الواحد وعشرين وذبحوهم على ساحل ليبيا في سيرت مقابيل اوروبا هاي الصورة كانت جدا ناطقة دا يريدون يقول لنا فاتشيه هاي الصورة افترت الكرة الارضية ارعبت سبع مليارات ونصف بشر ليش سووا لهالمونتاج المونتاج ماله بمستوى هوليوود كاميرا زوم واقتراب وابتعاد يعني هذول هذول يستعملوا تقنية شيطانية هذا المعنى الموجود في ذبح الاقباط وفي هذه الصورة هو مثالي دا ينطينا فدمثال تمثال شنو التمثال التمثال هو مثال نموذج مو واقع دا يعبرنا الى فدمنطقة دا يطخنا في اعماقنا دا يضرب الدين ودا يضرب الغرب ودا يضرب السياسة ودا يضرب كل شيء يضرب ودا يستعمل تقنيات معاصرة هذول يستعملون تقنيات ورح يجون بعدين بعدنا مؤرخين ورح يدرسون هذه التقنيات والصور وحتى الاغاني بلا موسيقى بس الاغاني ما لم يقاعة وكل رح يدرسوها أكو خلف أبعاد أخرى اقتصادية اجتماعية بس ما فنية لأن الفنون هي جمال والفن يريحك بس الفن مرات بعض الناس يجي يقل لك الفن عكس الفن مثل هذا مثل هذا المسور الإيطالي الذي يعطينا صور يعطينا صور أوليفيرو توسكاني يعطينا صور حتى بس مثلا يثير اهتمامنا هنا مجموعة من العوينات ملونة الشريد يقول من خلاله إذن عندنا المتاحف وعندنا التلفزيون وعندنا الديانة الصور بالكنيسة الكنيسة الكنيسة عانت من هال من هال مشكلة سميناها بالاسبوع الماضي حرب الايقونات طلعت حرب الايقونات بالقرن الثامن والقرن التاسع كان هناك جماعة من المسيحيين المتطرفين اللي قالوا ما نغير صور ليش لأنه اكو آية بالعهد القديم تقول لا تعبد منحوت وفي الشعية يضحك على هذول اللي ياخذ قلمه شكوش ويرسم بالخشب ويركع قدامه ما كل منحوت هو إله ولا هو معبود اكو اكو لوحات تاريخية انتصارات الملك اكو اشياء ما كان عندهم غير غير هذا هذه الطريقة بس حتى اذا كان هذا المنحوت الديني احنا ما نعرف اش كان يفكر هذا الرجل لمن يعبد هاي الصورة ما كان اكو بعد وحي كانوا على على جهل المساكي ذول السومريين والاكاديين جيتوا على هذا توسكاني شوف مثلا هون يقيضحك علينا جاب ثلاث قلوب بشرية واحد كتب علينا ابيض واحد كتب علينا اسود واحد كتب علينا اصفر يعني اذا تاخذ قلب رجل ابيض او اصفر او اسود قلوب متشابه هذه دعاية لكلونيا شانيل بس يعني ما عنده مقياس جمالي ولا عنده مقياس اتعودنا علينا هاي دعاية هم الملابس النسائية في باريس غلاف مجلة اش كتري تقول هاي البنت كنلبسة عدة ساعات يعني يخلط توسكاني اهي مادونا ترفوه مادونا هاي هاي فنانة مغنية يعني الصورة هون الصورة هون تتحداك هاي هم صورة حلوية انابيب بينه دم كنحط على كل دم اسم اسم احد الرؤساء فرانسوا فيديل كاسترو رؤساء العالم انه ترى كلهم عندهم نفس الفصيلة ما الدم او نفس الدم الاحمر يعني هاي الصورة كم انت غبي يعني يخاطبنا لما تجي تشوف هاي الصورة يقول كم انت غبي تقول يمكن صحيح يعني غيري يتحرش بيك بالصورة هون يحط واحد يهودي واحد فلسطيني وبيدم الكرة الارضية هون يحط الاجناس الثلاثة الجنس الاسود الجنس الابيض والجنس الاصفر وعمل منهم عائلة وحدة يعني قريري يقل لك البشرية عائلة وحدة رغم اختلاف الوان واجناس نا هون السود والبيض الصين وامريكا على شكل اطفال اطفال ابرياء صيني كان امريكي كان هذا فنك تفهم اش كيريدي يقول ماسك في الليفلة بثمه وحط في الليفلة براسه على شكل الشعر يعني صور مثل هذه تخليك تفكر اشي يريد يقول شنو هاي الصورة هون من نعتبر نحن عادة نتخيل الشيطان هو اسود والملاك هو ابيض فكن حط الشيطان والملاك على شكل اطفال يتباوسون ويتحضنون كل هذه الصور ها هذول هم الاجناس الثلاثة الاصفر والابيض والاسود يضحكون علينا وكلتنا مقيدين الصورة تحكي أنه أنه لما نتحارب على لوننا أو على ديننا أو مذهبنا واختلافنا بالحقيقة كلتنا مثل هذا مكلبتين أكيد راح راح نشوف راح نشوف راح نشوف أنه الناس ما متفقين أشني الكريستولوجيا وأشني لهوت الكنيسة يعني أكو ديانة تقنية علمية وأكو ديانة بسيطة عادية هاي العجوز هاي العجوز اللي اللي تروح تصلي بالكنيسة قدام الصورة مثل هاي القرية الكومية بالمحاضرة الأولى أو الثانية هاي العجوز اللي اللي تصلي ببغداد بكنيسة مارغورغيس قدام تمثال العذرة وتقل يا مريم ابني خطفو مثل ابنكي صلبو أنا هم فقدت ابني وانتي فقدتي ابنكي هذه المرة قد تصلي لمن تصورون قد تركع قدام التمثال وتصلي للتمثال لا هاي دا تصلي دردة وقهرة المسكيني دا تشوف في التمثال ما يساعد أن تشوف صورته هي إذن الصورة هي انعكاس إلي لصورتي أنا الصنم ما كان معبود بالطريقة البدائية اللي إحنا نصور ما يصير إحنا نقول بأن القدماء كلهم كانوا أغبياء اللي عملوا حضارة السومرية والبابلية والأشورية والأكدية ما كانوا أغبياء مثل ما هس أكو ناس يقولون الغرب كله فاسد ما صحيح أكو ناس هيك وأكو ناس هيك ويا ما ورد سواهي دواهي بس اللي قي يسوون أقمار اصطناعية وقي يصنعون أدوية وقي يصعدون على المريخ وقي يسوون هذول ما كلهم فاسدين التعميم خطر وخطأ إن كان بالحاضرة وكان بالماضي ما يسير نعمم على أجدادنا ونقول أنه كل تم كانوا عباد أصنام لا ما صحيح لما تعبد الفلوس أنت أكثر عابد أصنام منهم لما نقرأ نصوصهم وصلواتهم وإبداعاتهم ونقول هذولي كانوا كانوا عندهم فكر اللي كتب ملحمة قلقامش ما كان ما كان جاهل إذن النظرة هي نظرتين لما تنظر أش تشوف الغير المرئي اللي ورا الصورة هذولي أجدادنا من كان ينظرون للحياة أو يفكرون بالحياة ويكتبون قلقامش وينحطون تماثيل وهاي أش يفرقون عن هذا المسكين القائر قدام التلفزيون ويشوف الصور تمر من قدام وهذا أش راح يفتهم ويضع بس الصورة وقفت رأسنا أخذ الرمود كنترول وقلب القناة ممكن تقضي أنت حياتك تشوف وما تفهم ممكن تداوم بالمدرسة وما تتعلم فديوم كنت في بيروت وواحد من كنا فد عمارة وطابق ثلاث طوابق أكو شقق ساكنين بيا ناس فأنا قاعد عنده اسمه يوسف اسمه يوسف هذا يوسف عنده عنده فد قابلية بالشعر فجدتي بنته قلت له بابا ابن جيراننا نجحونه هذا صار عمره ثمنتعش سنة وبعده بالسادس ابتدائي صاردوا ست سنين يسقط فاجتمعت اللجنة وقرروا يا بخطيئة هذا خلي علاقة ليعبوا للمتوسطة قاموا نجحونه بقرار كل سنة كان يسقط هاي ست مرات هذا راسا سفقوا ببيت شعر قال ما حسبناك من الشطار ونجاحك طلع هجني صر لك ست سنين حمار وهالمرة دور اللجني ما حسبناك من الشطار ونجاحك طلع هجني صر لك ست سنين حمار وهالمرة دور اللجني اللجنة همصاروا حمير لأن نجحك هذه رؤية هذه قراءة هذا ما قيفهم ما قيفهم ولا يقدر يفهم زين إذن الإله الجديد الصنم الجديد هو التلفزيون لأنه ليش الوثنية حوربت من قبل دياناتنا لأنه كانت تعمل قلب واعتبرنا الديانات الكتابية أو الديانات السماوية هي نور أنا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام فإذن هذولي كانوا عميان ما يشوفون قلبهم أعمى ما يشوف ماربولوس رح يتكلم عن يقول ماربولوس من من تعمذ وقع من عيونه مثل قشر شاف فصل التاسع من يوحن أكو هذا الشفاء لعمى منذ مولده ما بس شاف شاف يسوع مرتين يشفينه مرة الأولى يشفينه يختفي مرة ثانية من يشوف يقول له هل تؤمن ومن هو لك يؤمن به إنك تراه فسجد له دائماً عدنا رؤية نظر ورؤية نظر إليه فرآه هي هاي النقطة إذن مشكلة التلفزيون هاليوم خاصة أنتم يعني أنتم دا تعيشون فد عصر قبل نحن بالعراق يعني عدنا قناتين نقلبها نقلبها اثنين من نفس الشيء قضينا سنوات طبعاً أنا قضيته ستعش سنة من عمري ما شفت التلفزيون بعد ما كان أكون تلفزيون جاء سنة خمسة وستين عمري ستعش سنة والمن شفته تلفزيون أسود وبيض بؤس تعاسة قدت أصوم وصمت من التلفزيون وما متندم بس تشوفون زملائي وأصدقائي كانوا مبهوتين يقعدون مثل ما صار اجتماع بالمدرسة مع الماسيرات مع الموصل الجديدة فديوم الماسير المديرة سألت الأهل قلت لهم شون تشوفون يعني مستقبل أطفال هالأيام وهذه قلت لها بلغتها الشعبية قلت لها يا ماسيرة احنا أولادنا جاعدين قدام التلفزيون من الدجاجة للدجاجة قلت لها يا دجاجة ماكو سلام جمهوري يطلع هذا النسر عبالة دجاجة قاعدين مجاب لي من الدجاجة للدجاجة يعني من سلام الجمهوري إلى أن يخلص البرنامج سلام جمهوري فأدنا هذا التلفزيون سوى لنا مشكلة كبيرة بالحقيقة ليش لأنه لأنه الإنعكاس اللي يصير عندنا أمام الشاشة والحركة ما الصور اللي تنقلب بتخلينا ما بعد نفسر طريقنا أشني الصورة التلفزيونية هي صورة رقمية يعني لو تمسكنوا الصورة تحللوها تدخلون داخل الآلة راح تشوفون هي أرقام 0-1 0-1 binary 1-0 0-1 أصفار كلها أصفار وواحد هي صورة رقمية وهمية مثل السحر السحر الناس البسطاء الغشم يصدقون يجعني يسألون يعني شو تقولون أكو سحر ما واثقين من نفسهم أكيد أكو ناس بأهلوانيين يعملون حركات قدامكم يخبون البيضة ويطلعوها هالشكل هاي هاي دراسة شطارة خفة خفة إيد بس ماكو سحر والناس تفتر 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 يسأل لي يعني أكيد أكيد ماكو سحر من سبعة وسبعين جيتوا للعراق وسط دراستي أسوي بحث عن العين الحاسدة من أحكية الناس تقول لي ها يعني أكو عين ايه كان أكفت واحد يصيب بعين ويطخ شكل برأسا لا يرك ولي كله يقف يابا ماكو بس الناس تصدق الناس تصدق وهسا بيناتك ماكيد هسا من راح نطلع يقول أنا أعرف واحد عينه معيان يتصيب هذا أشتحط لحط الطيب شكوا بالعين يضحكون عليكم هالمعتقدات والوساوس موجودة ما عند أجدادنا الوثنيين السومريين والبابلين لا هذا يمكن كانوا أذكى من الغشم ما الهسا اللي يصدقون الصورة التلفزيونية الشون صحيح هذاك اليوم شفتوه بالتلفزيون وإذا شفت بالتلفزيون ميت كذب أكو بالتلفزيون ميت خدعة أكو بالتلفزيون إذن قل لماذا ترى أقول لك لماذا تعيش وكيف تفكر التلفزيون قتل الثقافة قتل القراءة قتل الكتب شعوبنا العربية كانت كن دخلت في شتاء التلفزيون فجاء الربيع العربي كله دم لأنه الشيء لدي يصير بالعالم العربي والإسلامي اليوم سبب سبب سنوات من الجهل والإهمال والتردي الثقافي أهملنا نفسنا أهملنا نفسنا يعني بيت لا تكنسونه سنتين وعيشوا بينه وكنسوا وحطوا تحت القنبة وكنسوا وحطوا تحت الشرباية شيء يصير بينه يجيب إذا ما نفتح البواب وما نطلع الوسخ ما نسوي تنظيف وجدت النظم السياسية نامت على قلبنا وجدت الأفكار الدينية وبقيت مثل ما هي ما تغيرته ما جاء مصلحين ما جاء ناس اصطوروا يقال يقال أنه البابا يحنى ثالث والعشرون من قرر سنة 1958 أول ما صار بابا أول من جاء قرر ما صار له ثلاثة الشهر فكر قال أسوي مجمع فاتيكاني ثاني اللي حوالين وكل مخاف قال له هالس وقت وهالس حرب باردة وكن دخلنا في مشكلة مع بين روسيا واتحاد السوفيتي ذاك الوقت 58 كان كنصار حرب 56 مال مصر العدوان الثلاثي كان كنصار حرب 56 مال كوريا كان كنصار غزو مال سنة 56 هنغاريا الجيش السوفيتي وكان أكو والبابا أنت السماع وانت كبير بالعمر جبناك بابا 78 سنة عمرك حتى تريحنا مو حتى تدوخنا كل شي ما حكى رأى الشباك فتحه رأى الباب فتحه قال الهوى ما الكنيسة كنجاف أريد أغير هوى كل شي ما حكى الإنسان اللي ما يغير الهوى اللي يتنفسه والأفكار اللي يدوره براسه راح طبعا يصدق بالوسواس وعبادة أشياء وما يتخيلها ونجي يقول على أجدادنا كان يعبدون أصنام لا لا أنتم أنتم تعبدون نحن نعبد أصنام أهل زماننا يعبدون أصنام فإذن نحن أهملنا نفسنا ما درسنا القانون ما درسنا الإنسان ما درسنا الطبيعة ليسا يكون يمشي وما يشوف الطبيعة قدامه ما يشوف ولا شي بينما بينما اللي درسوا بلادهم يقدر يقل لك الفرنسيا والألمانيا والأمريكي كم لقلق أكو في بلاده كم سمكي أكو بالبحار يقدر يقيس لك يعمل لك مجساته مقاييسه الناس واللي أشقد ناس رقبوا بالطيارة هالسنين كلها كلها إذيها إحصاء ذاك اليوم قلت بك رقوك ما عدنا أحد خريش ماجستير بالإحصاء حتى أريد نعمل فالدراسة ما عدنا هالاختصاصات ما عدنا أريد أريد أفتهم شوية شلون نشتغل بدون تقنيات شغل ما نقدر نرتجل ونجي نحن بس نشوف نصدق وبس نصدق نكرر ونكرر هاي الأشياء ونقول يا شفتوا بالتلفزيون برامجنا أشنية ذكر من كنته صغير كان يحكون الأفلام الأسود وبيض محمود المليجي وفاتن حمامة واللاخ واللاخ هالأسماء اللي كان بالنسبة لنا طبعا لما كنا صغار لما نروح على الكنيسة بالغرف ما لنا نحط صور القديسين شوية شوية استبدلوا صور القديسين صور الممثلين لما كان بدأت تتوزع صور الممثلين والفنانين بعدين الشباب كانوا يحطون صور الأبطال ما الرياضة ما المحمد عليكلاي أو البوكس والأشي ما يعني يعني نماذج هي يعني شوية أصنام وما بيشي هذول نماذج حتى أصير مثله إذن الموت يخوفنا مثل ما يخوف قلقامش قلقامش من مات صديقه إنكيده ما قبل يدفنوا خلانوا بس من بدأ يتفسخ صورته بدأت تخرب قبل أن يدفنونه خلانوا ثلاثة أربعة أيام بلا دفن يريد الصورة تبقى من يموت شخص نجي علينا قوم 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 نحسسه نسوي له هذا الصعقة كهربائية يعني نحاول نحاول كل شي حتى لا يفقد صورته النسان المعاصر هم يخاف من الموت بس يقول له بعيد عنك اسم الله اسم الله بعيد عنك بعيد عن السامعين ما بعيد قريب قريب كثير ليش الصورة والموت متقاربين لأنه من آخر صورة شاب حلو أو شاب حلوي من آخر صورة شاب أو شاب حلوي وأجي علي بعدين بعد أربعين خمسين سنة حط صورتها من هي عجوز هاي أشقد أكو فرغ واحد ينقهر أشي يعمل الزمن بالصورة مش قد أكو قصص وأفلام لمن يزوجون يكونون حلوين حلوين كثير حلوين بس بعد مرور السنين يقل عجزتي يتقل وانت ما عجزت بس هو ما يشوف نفسه هو ما يشوف نفسه إذن إذن السورة اللي داي حربوها هذولي ادعون بمعرفة الديانة ينسون بأنه مرتين انذكر بالكتاب المقدس أنه الإنسان أساسا هو صورة بالبداية من يخلقه يقول خلق الله الإنسان على صورته كمثاله ذكرا وأنثى خلقهما شلون تفهموا كل واحد بكيف بس أنا أفهم علاقة الله علاقة الله محبة فإذن لما نحب نصير مثل الله كما أحببتكم أنا إذن الصورة هي مثل تشبه ومرة أخرى لمن يسوع هو صورة الله فيليبي اثنين هو صورة الله الذي لم يحسب مساواته لله غنيمة بل تجرد من ذاته لا منظر له ولا صورة لكي نشتهيه أخذنا قصة الشعية إذن الإنسان هو هذه الصورة المتحركة مرة صورة حلوة ومرة صورة ما حلوة كلتكم بالبيت أكيد أعتكم هاي اللوحة ليوناردو دافنشي ما العشاء لخير تعرفون هاي بيا فات قصة حلوة الصورة لمن غاد ليوناردو دافنشي يرسم هذه اللوحة في دير أحد الأدير صفرة مات دير فدور على نماذج تعرفون الفنان ياخذ نموذج فلقفت شاب كلش حلو قال هذا أخذ ملامحه حتى أرسم يسوع فجابوا للفنان هذا الرجال قعدوا الفنان وبدأ ياخذ ملامحه هذا اليسوع ايها الشكل رسم يسوع ورسم الرسل آخر واحد بقي يهودا غاد يرسم يهودا ياخذ له فد يعني ياخذ فد شخص تبين علينا علامات التعب والشار والشي اسم يعني البؤس فيقال أنه فد يوم كان يمشي بالشارع شاف فد واحد سكران ويعني فد مرة كي تططح فقال له أنطيك فلوس حتى أنطيك فلوس تجي شوية تقعد حتى أخذ ملامحك أرسمك قال له ما يخالف فجابوا وقعدوا أرشان هذا بدأ يضحك قال له أنت ليش تضحك قال قبل عشر سنين هم جبتني رسمتني أنا كنت يسوع بس أنا الفساد والشرب والسكر والتعاسة والبؤس سوتني أنا هذا فإذن يهوذ ويسوع باللوحة هي من نفس الشخص بس مع فارق عشر سنين نفس الصورة ولاهوتي ينهي هم صحيحة لأنه هم يهوذة خلقة الله هم يهوذة صورة الله وداخل يهوذة أكو فرد جزء الله يحبه من أجمل ما كتب جبران خليل جبران في كتابه يسوع بن الإنسان فدنص عن أم يهوذة على الأسف هاي المحاضرة الأخيرة فديوم بل كي بالمستقبل أجيب لكم شيء يقوله جبران عن أم يهوذة يقول راحوا قلوا لأم ابن كيخان استاذه وباعه 30 دينار هي ما تكسر بابنه وما تدافع عنه أش تعمل تقول أنا من ولدتونه ومن رضعتونه ومن حملتونه على كتافي ومن ربيتونه كان حلو كان حلو كان طفل كويس فإذا الله ينظر إلى يهوذة نظرة أم يهوذة جبران افتهمه لأن جبران هم رسام وهم أديب وهم متصوف فإذا لما تشوه هذه الصورة مالنا هذا هو القيامة سر القيامة من نقول أنه نحن نقوم من القبر مع المسيح معناها نقوم على صورة المسيح هو الخلق وهذا الخلاص فإذا هل نحن هل نحن نقدر أن ندخل في مفهوم الصور اللي تتعرض قدامنا بالدني البشر اللي قدامنا بالدني وهالبشر المتغير المتحرك هالصور المتحركة ما لازم بس نكتفي بتقليب القنوات ولا تغيير البشر ولا تغيير الأوجه لازم ندخل ليوناردو دافنشي اكتشف بأنه هذولي الشخصين هي من نفس الشخص حلو أنه نكون ناضجين دورتوا عن نضوج بالبداية قد تلكم راحاهدي هذه المحاضرة الأخيرة لكل الواثقين من جهلم ما كل مثقف ناضج ولا كل متعلم ناضج ممكن شخص يكون بسيط ويكون ناضج ولهذا المسيحية انتشرت على إيد ناس نضجهم الروح القدس يمكن كانوا صيادين وجهلة بس كانوا ناضجين رحت ودورتوا عن نضوج وعجبني شيء قالوا فالمتصوف هندي عاش بالقرن الثامن اسمه شانكرا يعتبر أحد كبار المتصوفين الهندوس هو هندي مع الأسف احنا ويتشنا كثير على الغرب نعرف كثير عن الغربيين بس ما نعرف عن الأدب الهندي والأدب الصيني والأدب الياباني يعني شرق ما نروح أنا أقول حرامات دائما احنا ظهرنا على آسيا وويتشنا على أوروبا في حين بالألف الأولى دائما كانوا أجدادنا دائما ويتشمع الشرق سندباد البحري دائما يسافر للشرق المرسلين الكنيسة المشرق غاحت بشرة الشرق غاحت بشرة الإيران وافغانستان ومنغوليا والصين ووصلت إلى الهند وسريلانكا وكوريا وجنوب روسيا فأشوفوا أشي يقول هذا المتصوف الهندي يقول النضوج أن تتوقف عن محاولة تغيير الآخرين حاول أن تغير نفسك النضوج أن تقبل كل الناس كما هم النضوج أن تفهم وجهة نظر الآخرين النضوج عندما تتوصل إلى ترك الأشياء التخلي بالعربي البغدادي نقول فكياخة فكياخة يعني كافي نتشلب بياختي ونتعاند ليش تعبدون الصور والتماثيل ظهر الفيسبوك نشتعل هالأيام بسبب هذا الحكيم النضوج عندما تسقط من حساباتك ما تتوقع أن يأتيك من الآخرين وبالمقابل أعطي أنت النضوج عندما تعرف وتفهم ما تفعل من أجل سلامك الداخلي يعني ما تخطو خطوة إلا عن فكر من أجل سلامك وراحتك الداخلية النضوج عندما تتوقف أن تؤكد لمن حولك بأنك ذكي النضوج أن تتوقف عن محاولة الحصول على موافقة الآخرين وتأييدهم ما تمام أنا ما حكيت مليا قل لي هالشكل وقتوله هالشكل جاوبتونه كخيته بوتشو ما زين سويته خمو أنا عاين هاي هذا الحكيم يعني كثير مرات نحاول أن نقنع المقابلنا بأن أنا كنت على حق من كخيته بوتشو النضوج عندما تتوقف عن المقارنة مع الآخرين النضوج عندما تكون في سلام مع نفسك بصراحة كل اللي يتعاركون مع الناس هما ما هما في سلام مع نفسه اللي هو في سلام مع نفسه ما يتعارك مع أحد ولهذا دواعش عندهم حرب داخله ولهذا ما يحب الحياة وينتحر وتعالوا شوفوا اللي يسوون النضوج عندما تفرق بين حاجتك وما ترغب به يعني أنا أتمنى يكون عندي أربع سيارات وخمس بيوت ومشاريع وهاي بس هل يا ترى هذا حاجتي يمكن له أقول لا أكتفي بحاجتي لأنه علش ألم الأشياء بدون فائدة وتكون قادرا على التخلي عن رغباتك أخيرا أخيرا والأكثر وضوحا يقول هذا المتصوف شانكارا أنت ستكتسب النضوج عندما تتوقف أن تربط سعادتك بالأشياء المادية وكنا عدكم وجينا زين قبل ما أبدي بالأسئلة ردت أشوفكم هل تشوفون هذه الخريطة ما أمريكا الجنوبية هل تشوفون هذه الدائرة الحمرة يعني بنص المحيط الهادي أكو في الجزيرة صغيري بعيدي بعيدي عن كل شي اسمها جزيرة الفصح إيستر آيلاند جزيرة الفصح اكتشفوها يوم عيد الفصح أصور فاسكو ديقاما اكتشفها يوم عيد الفصح بحدود سنة ألف وخمسمية وشوية فسمها جزيرة الفصح هذه الجزيرة كنعاش بيها فد شعب قبل بألف سنة هذولي الشعوب الساكنة بمحيط الهادي هذا الشعب كان عنده فد هواية غريبة كان يسوي تماثيل تماثيل هاي التماثيل شوفوا شقة ضخمة يعني ينحتى ويوقفها وهاي التماثيل يحطوا تشع البحر أشوفكم التماثيل أكو أكثر من أربعمائة تمثال بهاي الجزيرة ومحطوطة كلها على سنشوف الجزيرة هاي التماثيل اكو مثل فد قبعة على رأسه وكينظر للفوق أو كينظر للبحر هاي تماثيل القسم منه نصة بالأرض ونصة طالعة هاي اللي بعد ما كنعدلوه واش اسمه فهاي دراسة كنعملوه أشلون كانوا ينقلوه من الجبل اللي ينحتوها ينقلوه من الجبل إلى إلى المنطقة على شاطئ البحر هاي جزيرة النقاط السودية المكانات الليبية هاي جزيرة صغيرة هاي الطريقة اللي على أساس حبيل ويمشون التمثال ويمشونوا هالشكل ساعات يعني شوفوا شون خلق لصناعة تماثيل أوكي هذول الناس كانوا فأكو دراسة هالسة تقول بأن ذول الناس استعملوا كل طاقات الجزيرة والأشجار والغابات وقصوها حتى يعملون هاي التمثيل بحيث صارت الجزيرة غير قادرة ما بقى بيها ماء لأنه الأشجار تحتفظ بالماء صحرت وانقرضوا بسبب انقراض بسبب التماثيل اللي عملوها وتخريب البيعة هاي الجزيرة بالحقيقة هي صورة لعالمنا اليوم أنه إحنا أيضا اليوم آخر خبر هذا العالم البريطاني الكبير المعاق اللي اللي يعتبر من من كبار العقول بالعالم ستيفن هاوكينج يقول إذا استمرنا نعيش بهاي الطريقة وانتع بالكرة الأرضية ما بقى له البني آدم يعيش أكثر من ألف سنة على الكرة الأرضية لأنه كثير تعبنا الأرض تعبنا البيئة استهلكناها هلكنا الموارد الطبيعية الغابات والهاي فالشيء اللي صار في جزيرة الفصح بسبب هالمعتقدات مالم ما نعرف هاي شوفون هاي التماثيل أشكان أشكان الغاية منا وشكان الفكر منا لأنه من لأنه ما عدنا ما عدها التماثيل ما عدنا أدب ما عدنا قصص ما عدنا أشياء من هاي الشعوب حتى نفهم شنو فايدتها بس بيها تعب بيها شقة حيف علي الجزيرة أفلست وهلكوا بس في سبيل فتفكرة هاي ردت أقولها قبل ما أجي على الأسئلة زين سيدنا من خلال محاضرتك أنا شخصيا فهمت محاسن الصورة ألا تعتقد هناك مساوئ مع الشكر لا ما فهمت محاسن الصورة لأنه ما قلت لا محاسن ولا مساوئ لأن القضية ما كانت خير وشر القضية كانت شكوا وراء الصورة شكوا وراء الصورة الشخص اللي وراء الصورة يعني أنا من أحبك ما أحب صورتك فقط أحب داخلك ولهذا من يسوع يقول لا تدينه يعني لا تدين على الشكل الخارجي هذه المشكلة مشكلة بالنظر ما هي بالصورة والصورة السطحية ما هي بس محاسن هي أيضا مساوئ ولهذا القراءة ما الصورة والترجمة ما الصورة تحكم عليك قل لي كيف تنظر إلى الصورة أقول لك من أنت أنت لم تشفي غليلي الناس تركع أمام التماثيل وتصلي أمام الصور يوجد أكثر من هذا عبادة أصنام يا أخي إذا كان إذا كان واحد عابد أصنام خوش آدمي ويحب قريبه ما أحسن من اللي يعبد الله ويذبح باسم الله بس قل لي مو هذا الله اللي أنت تقول بأنك تعبده غير تسأل الله ليش خلقنا مو هذا اللي تذبحه هو مخلوق الله فإذا هذه المسكيني المرة اللي تصلي قدام مريم عذرة أو قدام الصليب أو قدام تمثال أنت ما تعرف شكو بقلب غاندي كان عنده في الجملة يقول قبل ما نحكي عن الله للجوعان نطينه رغيف خبز يعني ما كدعي تحكي عن الله وهذا جوعان ودائما بالإنجيل يقول ما إن كان لديك على المذبح قربان وتذكرت أن لأخيك عليك شيء اترك قربانك واذهب فصالح أخاك أخوك أهم من القربان هذا قربان فالإنجيل كله كله قصة خبزاي من البداية للنهاية فاليوم سويتم محاضرة بنادي في عنكاوة وكانك مجموعة من الأخوة الشيوعيين سابقا فلما قدمني الشخص قال هذا لاهوتي أنا حكيت عن القضايا العملية والأشياء هاي فقال إحنا ما افتهمنا شو أنت يقولون لاهوتي وكله حقيق مادي يقتلوا ليش لأنه إحنا ماديين إنت شايف ديانة تركع قدام جماعة متدينة تركع قدام الخبز يعني إحنا الشيء الوحيد اللي نركع قدامه هو الخبز قربان قربان لمن يسوع يحول الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه نركع قدامه حتى لا يصير الله بعيد حتى يصير الله قريب واذكر أنه أخوي إذا جوعان ديانتي ما بي معنى هذا هو الديان الحقيقي فهذه هذه الشكليات أنه أنت تحكم على شخص من يركع قدام قدام التمثال أشكوا بقلبه أنت أش تعرف هذا الله اللي تشيل عنه الصورة وتشيل عنه الكلام وتشيل عنه كل شيء ما تقلي أشي يبقى منه شون أتصل بينه إن الله لم يره أحد قط الإبن الذي من حضن الآب كلمنا عنه إحنا ترجمنا الله إلى بشر اسمه يسوع وما نعرف خارج عن يسوع غيره ما نعرف فإذن جسد يسوع هو صورة الله التي تستحق أن نركع قدامه لمن تلاميذ كانوا في أعمال الرسل لمن كانوا ينظرون للسماء لمن صعد يسوع للسماء جوا اثنين ملائكة قال لولهم أيها الرجال الجليلي ما بالكم تنظرون إلى السماء يعني كاف يتباعون على السماء السماء على الأرض إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة أنا بينهم وخلص فإذن هذه المسكينة وهذا الرجل وهاي خلينه خلينه على بساطة قلبه أحيانا ممكن يكون فاهم أكثر منك إذا أنت تتعقل لهذا قد تلكم هذا محاضرتي هدية لكل الواثقين من جهلهم لماذا صار يهود ضحية التلميذ الخائن مع العلم أن اليهود كانوا يعرفون يسوع بقى معهم ثلاث سنين يبشر فهل هي خطة الله هذا السؤال ينتمي إلى فصيلة القدريين يعني الله قرر أنه يهود يخونه و الله قرر هالشكل وكأنه يهود هو مثل بيدق مع الشطرانج يلعب بينه لا لا يهود بكل حرية أخذ قرار مثلك أنت من تعمل خطيئة أو تقرر ما عنده علاقة الله بالخطيئة ما لك لكن عنده علاقة بالتوبة ما لك بس الخطيئة وكأنه فرصة يتوب وعندنا نموذج بطرس نفس الشيخانه بطرس رجع يهود ما رجع بينما يهود يهود حتى يسوع انطانه لقمي قال له الذي أعطيه لقم يعني يهود تقريبا تناول تناول انطانه هدية هدية منه من يجيك واحد خطار وتلفله اللقم لهذا ثم الحلو تنطيله هي أش معناتها يعني أحبك ولمن يبوس يقول له أبي قبلة انتوا سلموا ابن الإنسان يا صاحبي فإذن لا لنروح بعيده ونتخيل كأنه الله الله ما يشتغل ما يشتغل من دون إرادتنا هاي القدريات ترى دمرتنا دمرت الديانات كل ديانة قدرية هي زائلة الديانات اللي تقاوم القدرية بس عندها شانس أنه تعيش هاي حطوها ببالكم لا تنسوا ايه أكو أسئلة ماذا أفهم شنو دي جاوو دي جاوو هاي شنو دي جاوو صدقوني معرف دي جاوو اشنو دي جاي أعف اشنو بس دي جاوو ما عف اشنو ايه أن السحر لا يوجد في الحقيقة فكيف الكتاب المقدس يذكر السحر وأعمال الشيطان ومس من الشيطان يذكر بأنه الناس تعتقد بالسحر يذكر بأنه الناس تصدق بالسحر بس ما يقول أنه السحر صحيح ماكو سحر ماكو سحر أكو ناس تلعب بعقل ناس ها بس ماكو سحر الشيطان حتى هذا سيمون الساحر يسوي نفسه وفد شيء والناس تصدق مو الناس تحب الأشياء العجيبة يحكون بأنه أكو هالأشياء العجيبة هذول هذول جماعة عز الدوري ماكو اللي يضربون درباشا وهاي يعني يعني أشياء عجيبة غريبة بس هي شنو فايدتها يعني يسوع من يسوي معجزة يا يكثر خبز يا يشفي مريض يعني يا يشبع يا يشفي بس هاي تضرب درباشا تضرب سكين ببطنك وما يطلع دم هاي ما تقولوا شنو فايدتها شنو فايدتها حتى ذول الدراويش ماخذية من الهند إذا تريدون دروشا روح للهند شوف أشكو عند الهندوس هذول ما عندهم علاقة لا بأ الله ولا بأ عبد الله هذول عندهم هاي التقنيات مثل التقنيات عندهم هذول الدراويش من الهند جابوها هذول الفكير وما فكير وعندهم أشياء غريبة بس بلا فايدة يعني شنو فايدتها واحد واحد مثلا يدخل سكين وما يطلع دم يعني شنو فايدتها زين هل الجاهل له علاقة بالوالدين الجاهلين أي الأب والأم أم يعتمد على الإنسان نفسه إنسان نفسه ياما وياما إنسان يولد في أنا عندي فات شخص أنا كنت معجب بدو من على طفل شخص يعني أبونه أمه أميين جهلهاي ثلاثة أولاد قاموا علماء عباقرة تعبوا على نفسهم يمكن الأب والأم أطولهم علم أطولهم عاطفة أطولهم حب خلقوهم جو خلقوهم ثقة بنفسهم أكو ناس ما مثقفين بس تقعدوا إيانهم ترتاح وأكو شخص مثقف يشعلك من الداخل يشعلك شعل إيه أشكال هل هناك طرق للتعامل مع الشخص المثقف غير الناضج أم نكتفي بعدم الرد عليه والتعامل معه بسكوت صدقني هذا المثقف غير الناضج هذا دبل أذية دبل أذية لأنه هذا يعتبر نفسه سيد العارفين ويسد أبو شك وهو مزدود يسوع يقول للكتب والفريسين يقول يعني يعملوا بأقوالهم ولا تعملوا بأفعالهم لأنهم جالسون على كرسي موسى لا هم يدخلون ولا يدعون الداخلين يدخلون يعني مصيبة مصيبة هذا الشخص اللي اللي ولهذا نحن بالكنيسة نخاف نسلم القيادة بيدناس من هذا النوع المثقف غير الناضج وش قد تأذينا بتاريخ الكنيسة من المثقفين غير الناضجين قسموا الكنيسة بهدلوا الكنيسة وهذا المثقف غير الناضج اللي يجي يجيب للكتاب المقدس طلع منه آية منا وطلع منه آية منا ويجي يعمل نفسه سيد العارفين أشي يريدي يقول أشي يريدي يقول أشي يدمر يدمر بس الناس البسطاء والمساكين الويل من تأتي على يده الشكوك هذا المثقف غير الناضج اللي يجيب الشكوك كثير البدع في الكنيسة قامت على يد ناس مثقفين غير ناضجين لأنه بالتالي لو كنت أعلم كل العلم ولو كنت قرأ قرانثية 13 ولم يكن في المحبة فإنما أنا نحاس يطن وصنج يرن وكل فائدة ما عندي فهذا الذي يريد يخرب أو يدمر أو ينتقد هسنا نحن اللي عندنا يكفينا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا نتوب بس إحنا إذا أنا بالكرازة أحكي أقول فلان جماعة هي ما خوش ناس فلان جماعة ما خوش مذهب فلان مذهب ما خوش وإحنا قضينا حياتنا كلها نتناقر وإش صار مصيرنا بالعراق ديانتنا المسيحية شنو اللي دمرها هالانقسامات بيناتنا بالمذاهب واحد ما تحمل عين وبالله واثنين أخوة اثنين مسيحيين وحتى لو ما مسيحيين اثنين نعبد الله تخلي تعالوا نعبد الله سوا وكل من يعبدوا على طريقته هذا هو الحوار علمني دعلمك وإذا عندي فتشي أنطيلك وإذا عندك فتشي أخذ منك المهم الحوار يبقى بس هذا المثقف بإيش مثقف يتعيقل بس ما يحب بعض المذاهب تمنع الصور والتماثيل في كنائسها بالرغم من أنها لديهم علاقات مسكونية حقيقة هاي الكنائس خلي نقول مثلا الشرقية احنا الشرقيين ماكو في تقاليدنا مثلا أيقونا يعني حساسيتنا نحن كمسيحيين بالشرق حساسية خلي نسميها حساسية الاذن يعجبنا الشعر ويعجبنا الحكي ويعجبنا التراتيل يعجبنا السماع يعجبنا المقام يعجبنا التجويد يعجبنا وهذه مفتوحة وأكو يبدع بس الصورة الصورة عدنا فحذر منا بسبب التقاليد وجاء الإسلام أيضا مشي بهالاتجاه أخذ الكلام وترك الصورة وعندنا الكنيسة المشرق كلها النصطورية أخذت الكلام وتركت الصورة من نسجي نسمع مارافرام السرياني اللي كتب مليون بيت شعر ماكو هالشكل جمال أوكي أخوتنا اللخاخ طوروا الصورة وعملوا صار حروب عندهم مرتين والأيقونة هي هي علامة نضوج من أشوف من رحت إلى إلى موسكو وشفت العفو إلى بوترسبورج وشفت مدحف تريتياكوف في بينه بينه أيقونات فتشي روعة هاي الأيقونة مثالوث اللي زار زار إبراهيم هاي كنت أحلم أشوفها يعني أنا حساسيتي شرقية بس أريد أفهم أخوتي الأرثوذوكس شلون طوروا الأيقونة في اليونان ماكو هالشكل جمال أيقونات 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 أكو أيقونة هي أيقونة وحدي في اللي راحوا على كراكوفيا تشستوخوفا أيقونة مريم عذرة مريم شيلي يسوع أيقونة قديمة هاي تعتبر روح الشعب البولوني يعني أنا ما يصير أقول هذه عبادة أصنام ليش أنت من من تعبد قصيدة أو تعبد نص أو تحرك الناس ما يسيغ تطخوا هذا النص مقدس ولازم هالشكل إحني شعراء المعلقات كان كان واحد منهم اسمه أمرو بن كلثوم كان قال فت قصيدة هل قد حلوي هل قد حلوي قبيلة ما لدتوا كله كان صبح وظهر وما ستقول هاي القصيدة فجافت واحد انتقدم قال ألها بني تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يعني لا يأكل لا يشرب لا يعمل لا شيء بس لأنه هذا هاي القصيدة قال عمرو بن كلثوم ونحن جماعة عمرو بن كلثوم يعني كل شيء نحن ممكن نعبد أصنا يعني ممكن الصنم يكون قصيدة ممكن الصنم يكون كتاب ممكن الصنم يكون صورة ممكن يكون تمثال ممكن بس شوية النظوج يخليني أبتعد عن الصورة ممكن أنا أصير صنم نفسي أكو ناس بخر نفسه وتعبد نفسه اش قد يعجبني من يمدحوني هاي 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 هاي剩نامية الا أنا لا لا صنم الانا أخطر كل الاصنم فإذا لا تشوف الصنم بعين وحدي أنه هاي المسكين يغريك عقد الجامل تمثال يعني شوية على كيفك معا Labour ترى ما عدنا قابل لي يا أكثر بعدما قضيت 16 عام من عمرك بدون تيفي تلفزيون ما سبب نفورك منه هل كنت تتوقعه أحسن ما الذي ظهر للوجود الذي ظهر للوجود كان موجود الكتاب الكتب ثقفتني التلفزيون ما يثقف التلفزيون شوقد أنا بديت أتصالح مع التلفزيون من طلع إمكانية أسجل مثلا أريد أشوف فتفلم أحب السينما باريس مرات من أروح أخذ لي إجازة حتى أشوف فتفلم فتفلم مشهور لكن اليوم شفنا فيلم The Reason القائم من القبر هذا فتفلم كويس يعني السينما هي فتفلم عالم بس أنا أريد أشوف الفيلم مو كل خمس دقائق يقطعون ويعملون دعاية ما صابون ومعرف إيش فأنا من صار التلفزيون قابل للتسجيل أسجل وأمسح وهاي بعدين بديت يعني أنا 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 لأتحكم الكتاب من أمسكه للكتاب أقدر أقرأ أتشوت أقرأ الفهرس أتقدم أتأخر بس الفيلم خاصة لما كان عمري 16 سنين مجبورين نقعد عيني ما أقدر أعمل أشكل لا يروح مني لقطة دفتهم الفيلم أشنو وبعد ساعتين من يخلص الفيلم آه حرامات أشقد تافه هذا الفيلم إغاهة ساعتين من عمري أشقد كان تافه ولهذا ما دام ما أنا سيد التلفزيون فما أخوش سيد أنا لازم أكون سيده ما هو يكون سيدي هاي الفائدة معالتها فإذن حريتي كانت أهم من لذة الاكتشاف خاصة من عمري 16 سنين أنا مبهور قدام هل تلفزيون والبرامج مالته طبعا ذاك الوقت أسود وبيض برامج وكانت ما كان تلفزيون راديو صورة ثابتة يطلع مذيع ويقرأ 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 على ما يخلص يعني ولهذا من عمري 16 سنين وعيته على الخطر اللي هددني أنه كل شيء اللي يأخذ وقتي يسرق وقتي هو عدوي حتى من يجي شخص يحكي معاي على فت قصة أقول له اختصر روح يعني لا تحكي لي أشيون صعدت بالباس وحطيت رجلك اليمين اختصر اختصر قل لي أشتري دو هذا لأن الوقت ثمين كان ضيع وقتنا بالمجاملات وبلا داعي فإذا تلفزيوني ضيع وقتك كالسحو الكتاب المازين هم كالسحو شوفاشني الخاتمة شوف شنو القصة وهذا هو ليش ضيع وقتك أكو أسئلة مع شاهدته في العشاء الأخير يسوع مع عشر تلاميذ شاهدت أنت أنا شاهدتونه مع عشر وانا مالي شكرا لكم وهذه الحلقة خلصت وهذه ستة حلقة وإن شاء الله بلكي على سنت الجي نشوف أنه موضوع آخر نسوينه مثل الطرشي هكذا خلينه يستوي ويصير طيب أو جبن تحت الأغض أحسن يكون ودايمين وشكرا خاصة للي يجون من إسليمانية هاي كم أسبوع عفية عليكم وعشتم وإن شاء الله عيدكم مبارك من هسا وكل عام أنتوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر